أدانت مصر مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة بما يمثل انتهاكا صارخا جديدا لمقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن عدن شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة أكدت وزارة الخارجية أن مصر شددت على الرفض القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة سعيا لفصل أجزاء من الأرض عن محيطها الفلسطيني ومطالبة إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية للاطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقود من أسس مستقبل عمليات السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كما شددت مصر على ضرورة توقف الاحتلال الإسرائيلي عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة لتكثيف ممارستها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية